المزيد ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل غد أحمد البوديري أحمد ثلاث انتخابات في أقل من سنة فشل كل من جانس ونتنياهو في تشكيل حكومة هل 48 ساعة كافية لإنهاء أطول أزمة في تاريخ إسرائيل؟ بلا شك بأنها لا تكفي ولكن في نهاية المطاف الأمور وصلت إلى خواتيمها على الأقل من ناحية بن يمين نتنياهو الذي حصل على ما يريده وهو أن يبقى رئيساً للوزراء حتى المحاكمة التي كانت مفرد أن تكون له أيضاً تم تأجيلها الأشكالية الكبرى التي تقع الآن هو توزيع الحقائب الوزرية داخل الإتلاف الحكومي الجديد جانس يريد رغم أنه حصل على المنصب الرئيسي للوزراء للفترة الثانية ولكن يريد أيضاً أن يحصل على الحقائب السيادية اللافتة وستطاعة الرأي التي عملياً تقول بأن بن يمين نتنياهو حزب الليكود سوف يحصل في مكانه هناك خبات رابعة سيحصل على أربعين مقعداً قابل جانس الذي سوف يتراجع لتسعة عشر مقعداً فقط وهذا يشير أيضاً إلى تصاعد شعبية بن يمين نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي طيب إلى أي مدى يعني خدمت هذه الجائحة مصالح نتنياهو؟ بلا شك أن الكورونا خدم نتنياهو بشكل كبير وغير مسبوق أولاً زاد من شعبية في المجتمع الإسرائيلي وكيفية إدارة للأزمة ثانياً لم يترك بن يمين نتنياهو خطاباً إلا وقال بأنه يجب أن يكون هناك حكومة طوارئ ألا وهياء أن الحكومة التي تضم جميع الأحزاب الإسرائيلية حكومة وحدة لمواجهة هذه الجائحة وبالتالي موقف أخلاقي يحاول بن يمين نتنياهو تسويقه عند الجانب الإسرائيلي جانس الآن بين خيارين الخيار الأول أن يقبل بكل شروط نتنياهو وأن يرضخه وبالتالي يتنازل عن المبادئ الأساسية لحزبه أو أن يقول بأن لن أستمر في ذلك وبالتالي أذهب إلى انتخابات الرابعة نتيجة الانتخابات الرابعة لن تكون بصالح جانس ولا أزرق أبيض ولا الوسط ولا اليسار إنما ستكون صالح اليمين وبن يمين نتنياهو أيضاً أكثر من الانتخابات التي سبقت بمعنى آخر لو أن الانتخابات التي أجريت في المرة الثالثة عملياً كان هناك تساوي شبه تساوي بين الطرفين ولكن أي انتخابات رابعة سوف تجعل من بن يمين نتنياهو رئيساً للوزراء بكامل الصلاحيات ولفترة طويلة شكراً جزيلاً أحمد البوديري مرسل غد كنت معنا من القدس المحتلة